السلام عليكم ورحمة الله. ألم بكم معنا خطيف هذا الفيديو جديد وهذا الفيديو عن تتكلمه لثلاثة عناصر من المنزخب المغرب لديهم تكوين فرنسي ممكن أن يشاركوا معنا في كأس إفريقيا للأمم آلفين وعشرين ومنهم مجوش كانوا معنا في كأس العالم وملاعبين أساسيين وواحد ما كانش معنا طبيعة حلو ماشي لعب أساسي لأنها الآن تشكي لامينك حنات دينات دينام من كأس العالم باش عرفنا الحداشر لعب اللي هو أساسي داخل المنزخب الوطني شانك تشفت اللاعبين الثلاثة اللي هو مجوش مدافعين قلب دفاع واحد جانح أيصر سنكتشف هاد اللاعبين الثلاثة بثلاثة بهم شانكتشفوهم بسرعة متناهية هادو كيبقاوا آراء دينا ولكن ماشي ضروري تكون هادشي اللي كان ولكن كيبقوا آراء اللي ممكن يصدقوه ممكن ما يصدقوش ولكن في أغلبية الأحيان عايز يصدقوه إن شاء الله لأننا نحنا كنت ديو على بزاف ديال الحاجات الحاجات وبزاف ديال التصورات وتجربة شي الشوية اللي عنا الحمد لله مهم نبدأ وبعميد الفارق اللي هو غالم سيس غالم سيس كلا في بطولة تركيا وقبل كان في البطولة الإنزليزية هذا اللاعب اللي عنده تكون فرنسي ممكن يكون مع المنتخب الوطني المغربي في كأس إفريقيا وخاة احنا عارفين السسين ودكشيو لكن جريبة كبيرة عودتانية تبقى ضروري احنا شنتي حتى ترجمة العام لجولة عابية متجربة نقضوها من القسم الثاني بطبيعة الحال وبقاف القسم أول قبل جولة مهم اسمعين قندوس اللاعب البطولة البرجيقية حتى هو تكون فرنسي قلب الدفاع شفناه كأساسي أمام المنتخب الرأس الأخضر إذا لاعب اللي ممكن يبقى يعتمد عليه وليد الرجراجو خمشي أساسي مهم حسياتي ويبقى يعتمد عليه في اللائحة أما اللاعب الآخير اللي هو الثالث اللي هو السوفيان بوفان اللاعب الرايان القطري اللاعب اللي يلعب في البطولة ثلاثة الكبرى البطولة الإزليزية والفرنسية والإسبانية الآن كلا في البطولة القطرية كذلك ممكن طبعات حالة احتمال كبير طبعات حالة مكنت لا إصابة له لو سوا يكون مرافق المنت ترجمة نانسي قنقر